ناقش وكيل محافظة عدل لشؤون الشباب عبد الرؤوف السقاف مع اللجنة الإعلامية للبرنامج الوطني للشباب الخطة الإعلامية المقترحة لتنفيذ النسخة الثانية من البرنامج لهذا العام وناقش اللقاء أهمية وضع خطة إعلامية شاملة تتضمن تنويع وسائل النشر واستخدام التكنولوجيا الرغمية لضمان احترافية العمل وخلال اللقاء أكد السقاف على ضرورة إنتاج محتوى نوعي يعكس رؤية وأهداف البرنامج مع التاكيد على أهمية دور الشباب في بناء مستقبل أفضل ومواكبة التطور في العمل